السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو إن شاء الله سنتطرق للدرس الثاني المندرج دائما ضمن الوحدة الأولى المرجع الجيد في الرياضيات المستوى الثاني عن مدن الدرس العدد 100 الأهدف التعلم من هذا الدرس أن يستطيع المتعلم أو المتعلمة تمثيل العدد 100 وكتابتها بالأرقام ثم قراءتها وينتقل من كتابة اعتيادية إلى كتابة مفككة أو العكس ويتعرف القيمة المكانية للأرقام المكونة للعدد 100 إذن هذه الأهدف التعلمية على العدد 100 أول عدد من ثلاثة أرقام من ثلاثة أرقام العدد 100 هو 10 عشرات يعني العدد 100 عشرات العشرات 10 عشرات 10 عشرات وهو أول عدد من ثلاثة أرقام أول عدد من ثلاثة أرقام 100 وأول عدد من ثلاثة أرقام يقوم بناء بتزليج حائطا في منزل طفل أنير إذن واحد البناء كيقوم بتزليج واحد الحائط من منزل أنير أنير كيتسأل هل انتهى تزليج الحائط؟ واش البناي او البناء كملت زليج ديال هذا الحائط هدا احنا غنعاونو انا باش نجاوبو علاز السؤال اذا عندي هنايا في كل عامود شحكينا من زليجة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أنا غنجاذ عمود في عشيرة زليجة乃 اذا عشرة عشرين اثلاثين اربعين 50 60 70 80 90 هناك صلة زليجة ماكيناعش بقى في يدو هدا 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 اذا هل انتهى من تزليج الحائط وكم عدد الزليجات التي ألصقها البناء إذن ألصق البناء تسعة وتسعون زليجة إذن تسعة وتسعون زليجة ألصق تسع وتسعون زليجة والزليجة المئة بقى في يديها كما تشوفها يبقى في اليد هل تم تزليج الحائط بكامله لم يتم تزليج الحائط بكامله إذن سألون خانة لا كم سيضيفه من زليجة لإنهاء التزليج لاحظوا معي قلنا عدة تسعة وتسعين حسبنا عشرى عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين لأن كل عامد كل عامد فضل حائط فيه عشرة دين الزليجات العامد الأخير فيه تسعود إذن تسعود تسعود وتسعين إذن كم سيضيف من زليجة يضيف زليجة واحدة إذن واحدة زليجة واحدة أكتبوا وأسمي عدد الزليجات اللازمة لتزليج الحائط إذن قلنا تسعة وتسعون زائد واحد تساوي مئة تسعة وتسعون زائد واحد تساوي مئة أتمرن تمرين الثاني ألاحظوا وأكمل هنا عندنا الجدول كما شتوف الدرس السابق سفر من سفر إلى تسعود تسعين كنا خدينا غيج دول في جوج دي الخانات في الوحدات والعاشرات لزيني تاي اي لديزين بالنسبة لعدد المئة الضغط دي العدد المئة يكونوا عندي المئات لسنتين العاشرات لديزين الوحدات لزيني تاي شوفو كيمتلنا العدد المئة سفر في الوحدات كما قلنا كما قلنا كما قال عدد المئة هو ع車 وعشارات هنا كل صفيحة بمئة كل صrod عندي هنا الاصر سفر 500 وحدة صفيحة بمئة وحدة قضيب ب عشرة كل قضيب بعشر وحدات إذن هنا عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين تسعين زائد هنا نقصة واحد تسعة وتسعون تسعة وتسعون زائد هذه الوحدة هذه تساوي مئة إذن تذكروا هنا مزين كل صفيحة بمئة وحدة وكل قضيب في عشرة الوحدات ولاحظوا وأكملوا إلى المئة إذن عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة العشرات هي خمسين هنا كذلك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة للعشرات هي خمسين إذن خمسون زائد خمسون تساوي كما قلنا الصفيحة فيها مئة وحدة خمسون زائد خمسون تساوي مئة تساوي 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 مئة تساوي ثم نقرأ العدد 100 إذن 50 زائد 50 تسوي 100 70 زائد 30 مئة 90 زائد 10 مئة 10 عشر مرات 100 تملل رقم 4 اكتبوا العدد المناسبة مكان النقاط إذن 60 زائد 40 مئة 30 زائد لحظوا معي هنا 30 زائد 70 مئة 90 زائد 10 مئة هنا غنحسبوا القطبان اللي باللون الأزرق والقطبان اللي باللون الوردي 1 2 3 4 5 كما قلنا كل قضيب 10 عشر وحدات إذن 50 زائد 1 2 3 4 5 زائد 50 تسوي 100 99 زائد 99 زائد 1 تسوي 100 ألون البطاقة اللي باللون البطاقة اللي تسوي 100 هنا غنقوم بتلوين البطاقة كل بطاقة تسوي 100 90 زائد 10 تسوي 90 زائد 10 تسوي 100 تسوي 100 تسوي 90 زائد 10 تسوي 90 زائد 10 زائد 9 تسوي 90 مئة عشر عشرات وكما قلنا في البداية ديال الدرس بأن عشر عشرات مئة عشر عشرات مئة تمرين رقم ستة ولاحظوا النقود وأحسبوا المظلة لاحظوا معي هنا عندي عشرون درهم زائد عشرون تساوي أربعون أربعون زائد خمسون تسعون تسعون زائد عشرة إذن هي مئة درهم المبلغ هو مئة درهمين أو نحسبوا من هنا عشر زائد خمسون عشر زائد خمسون ستون ستون زائد عشرون كل عشرون فيها جوج ديال العشرات ستون سبعون تمانون تسعون مئة إذن سنفكك العدد مئة درهم إذن عشرون زائد عشرون زائد خمسون زائد عشر دراهم عشرة دراهم تساوي مئة لأن عشرون زائد عشرون أربعون خمسون زائد عشرة ستون ستون زائد أربعون تساوي مئة ولاحظوا ولاحظوا وأكمل هنا كل خانة أزيد في كل خانة بعشرة كما كتلاحظوا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة استيسلة الثانية مئة تسعون إذن كل رفع أو كل خانة سأنقصوا بعشرة مئة تسعون تمانون سبعون ستون خمسون أربعون ثلاثون عشرون عشرة أو يمكن يمشي باتجاه معاكس عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة ألاحظ وأكمل إذن مئة هي تمانون زائد عشرون تمانون تسعون مئة ستون زائد أربعون ستون زائد أربعون تساوي مئة مئة تساوي عدد زائد عشرة هو تسعون زائد عشرة سبعون زائد تلاتون رأيناها سابقا تساوي مئة إذن خمسون زائد كم تعطينا مئة إذن خمسون زائد خمسون ألاحظ وألون النقود اللازمة لشراء المحسابة إذن المحسابة تساوي خمسة وأربعون درهما محسابة تساوي خمسة وأربعون درهما إذن خمسين درهم كبر من خمسة وأربعين إذن غنلونه عشرين درهم عشرون درهم زائد عشرون درهم عشرون زائد عشرون تساوي أربعون كانت بقى بقى خمسة درهم إذن وخمسة درهم قطعة نقدية من فئة خمسة درهم إذن قطعتين نقضيتين من فئة عشرون درهم وقطعة نقضية واحدة هنا ورقة مالية نقل ورقة مالية من فئة عشرين درهم إثنان وقطعة نقضية من فئة خمسة درهم أقوي متعلوماتي ولوينه بالأخمري بطاقات العدد مئة إذن بطاقات العدد مئة مئة هي مكتبه في الحروف مئة كانت تضرد الأصوات الخارجية تسعة وتسعونة زائد واحد تسعة وتسعونة زائد واحد مئة هنا فقط أقوي متعلوماتي هذا شيء كل لغسني نكون عقلت عليه من التمرين السابقة خمسونة زائد خمسونة تساوي مئة مئة مكتوبة بالأرقام عدد مئة هنا ماذا تقرأ هاد العدد ماذا يقرأ لاحظوا معي الصفر من جهة اليسر الصفر من جهة اليسر دائما لا يقرأ إذن هاد العدد إلى شفت أن الصفر الماكينش هي تقرأ عشرة هي تقرأ عشرة هنايا جوج دي الأصفر قبل العدد واحد إذن ماذا سيقرأ واحد إذن لن ألونا هذه الخانة وهذه الخانة أكمل إذن خمسونة زائد كم تعطني مئة خمسونة زائد خمسونة تمانونة زائد عشرونة تعطني مئة سبعونة زائد ثلاثونة تسعونة زائد عشرة ثلاثونة كما تعرفوا جمع تبادلي ثلاثونة زائد سبعونة وأربعونة زائد ستونة إذن خمسونة زائد خمسونة مئة تمانونة زائد عشرون مئة سبعونة زائد ثلاثونة مئة ستونة زائد أربعونة مئة و 30 زائد 700 ولاحظوا وأكمل إذن هنشوف كل خانة خانة بش حل كنت نتاقل هنا 10 20 30 إذن كنزيد ب 10 40 50 60 70 80 90 100 السيسرة الثانية 20 40 60 إذن تنتقلوا ب 20 20 20 40 60 80 100 بالنسبة للسيسرة الأخيرة كنقص ب 20 20 80 60 40 20 أولون النقود التي أبادلها بالورقة المالية 100 درهم إذن الورقة المالية 100 درهم سأبادلها بماذا سأبادلها لحظوا معي نحسبنا 100 درهم ب 50 دائما تذكر التمرين اللي سبقعت أركز فيهم كجيني التمرين ديال تقويم التعلمات ودعم المكتسابات كجيني سهلة 50 ورقة مالية من فئة 50 درهم ورقتين مالية من فئة 20 درهم وقطع نقدية من فئة 10 دراهم إذن ورقة مالية من فئة 50 درهم ورقتين ماليتين من فئة 20 درهم نحسن وقطع نقدية من فئة 10 درهم إذن نحصل كما في المثال عندي هنا خمس عشرات خمسونة سبعونة سبعونة ليست لدي سبع عشرات أربعونة أربع عشرات ستونة ستة عشرات إذن ثلاث عشرات ليست موجودة ثلاثهم سبعونة ليست موجودة سبع عشرات أكمل بكتابة العدد المناسب إذن ثمانية زائد اثنان ثمانية زائد اثنان عشرة ثمانية تسعة عشرة ستونة زائد أربعون ستونة زائد أربعون ستة زائد أربع عشرة وأضيف صفر مئة خمسة وتسعون ستونة زائد أربعون ستة ثمانية تسعة عشرة ثمانية زائد عشرون مئة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر